كما شفنا الملكات الشتوي مشتعل جدا في الدولات الأوروبية حنتبدأ معاكم في الصحف العالمية أو الصحف اللي معنا نها مراكل أسبانية اللي اهتمت بعمل حوار مطول مع الفرنسيان تواني جريزمان واللي قال حين انتهيت من كل شيء وتم التعاقد مع برشونا اتصلت بوالدي وأبا كايت من الفرحة كمان اهتمت ببداية بورتغارج وفليكس مع أثليتكو مدريد في لقاء ودي وغادر منه مصابا نوح كمان لصحيفة سبورت اللي اهتمت الصحيفة بتطورات صفقة البرازيلي نيمار وكتبت أسبوع الحقيقة في إشارة لرغبة برشونا في وضع حد للصفقة خلال الأسبوع المقبل وأشارت صحيف سبورت أن مفاوضات برشونا مع نيمار مستمرة رغم النفي من إدارة باريس سانت جرمان لسه مع الصحفة الإسبانية وصحيفة الأيس اللي ركزت صحيفة على صفقة الفرنسي بول بوكبا ويأكدت أن ريال مدريد يملك خطة محكمة للتعاقد مع بوكبا وفي حال فشل التعاقد مع الصفقة في النريل مدريد يضع في الحسابات لعبين آخرين لتعويض صفقة بوكبا في حال فشلها كمان تحدثت عن بداية اللاعبين الجدد مع تليتكو مدريد وإصابة جواوا فيليكس في أولى مشاركاته مع الفريق الأسباني ننتقل من الصحف الإسبانية لها الصحف الإيطالية وكوري ديلو سبورت اللي اهتمت الصحيفة بتصرحات المدير الفني ليوفينتوس ساري عن كريسيان رونالدو نجم الفريق الذي سيبدأ كجناح أيصر وليس قلب هجوم كما تحدثت الصحيفة عن البلجيك لوكاكو وأخبار انتقاله للإنتر ميلا كمان تحدثت الصحيفة الإيطالية عن النجوم أمم أفريقيا مصر 2019 بن ناصر ورياض محرز وسيدو مانيو وكلبالي وكتبت نجوم التطوير أو التطور في أفريقيا في إشارة من الصحيفة إلى المستوى المميز اللي ظهر عليه هؤلاء اللاعبين في الكان الأفريقي بمصر 2019 لسه كاملين معاكم في الصحيفة الإيطالية وتوتو سبورت اللي أكدت اهتمام بالتصرحات ديليخت محاول أسباب تفضيله للفريق الإيطالي يوفينتوس على حساب برشلونة وكتبت أردت فقط اللعب لليوفينتوس وخلقت كمان كده يكون آخر الأخبار الموجودة معنا في أخبارنا العالمية وجولتنا فيها الصحف العالمي